طيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات مساء الخير فندي مساء نوري فندي يعني مش عايزة أقول لحضرتك مبروك بشكل شخصي لكن مبروك علينا كلنا اللي حصل النهاردة افتتاح مطار العاصمة الإدارية مبروك لنا كلنا مبروك بشعب مصر كله والمصر ومصر تستحقق أكثر من كده بستير إن شاء الله صحيح صحيح كلمني عن المطار فندي كلمني على يستوعب قد إيه كلمني على يعني الرحلات ممكن يعني تجهيزاته احكيلي والمطار على مساحة 16 كيلو متر تمام عندنا المدنى الرئيسي مساحته 4000 متر عندنا 42 مدنى خدمي من محطات كهرباء محطات تحلية لمعالجة مياه نعم عندنا الممر الرئيسي طوله 3650 وعرضه 4060 متر نعم عندنا الترمك بيسع 8 طائرات عندنا ثالث سفر وصلت وصول بتسع 300 راكب استخدام المطار هيخف الضغط عن مطار القاهرة هيفيد منطقة الاستثمارية طبعا السلاحين السخنة والعظم هيخدم العظمة الإدارية نعم بيخدم محافظات شارع القاهرة الجميع بيخدم مدن القناة نقل حضرية لمصر والمصدين إن شاء الله هل فيه شركات أجنبية شركة فيه تجهيز المطار تجهز وتصميمه ولا نسبة الأيدي المصرية فيه قد إيه والمكون المصري فيه قد إيه مصري 100% مصري 100% 100% ده هزية القوات المسلحة ركاد السياسية لأوزارة الطيران القوات المسلحة ده سياسية ركاد المسلحة هي الأمد بإنشاوف الشركات المأولات المصرية أي كلها مصرية مطار العاصمة الإدارية كله بأيدي مصري مصري هو مطار سفينك اللي فتحناها في يناير بأول السنة صحية بردو بأيدي مصرية كاملة 100% اشتغل وأخبار الشغل فيه فندم والله الشغل في الفندم تشغيل التجريبي كويس جدا عندنا طيران شرطر اتبع يشتغل فيه طيران الخاص اتبع يشتغل فيه وتخليل إن شاء الله بإذن الله سيركات كتير جاية مع افتتاح المتحس الجديد إن شاء الله المصري الجديد نعم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تشغيل حيبقى هايل جدا في السنكس إن شاء الله شبكة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله وحينشط التياحة الشاطئية إنها تبقى ثقاصية نعم اللي ييجي شرمه الغرداء ياخد الطيارة وييجي على السنكس بالزور واللي عايز يطلع كمان اسكندرية الساحل يعني سهل حاجة كتير إن شاء الله مبروك 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 لكل المصريين بشكرك شكرا جزيلا طيار